اشتركوا في القناة 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 ويجعلون فقط أنهم سيأخذون الماسونية وهي مرخص لها ومن خلالها سيخدمون ومن خلالها سيأخذون مجموعة للأمور وفي الكتابات التي قدرت عليها أن نرقصني جبال الناس سيأخذ الكثير من الكتابات التي يعترف بها حتى أكبر الماسونيين في الإيرلندا سيكتبوا واحد كتاب ويعترف بأن هذه الناس سيأخذون سيأخذون علاقة وللعالم سيأخذون فهم خدموا لمئات سنين قبل ولكن اختفوا في 1870 خايفين من الاضطهاد ومن بعد سيبانوا في 1876 سيبانوا التنويرين مع آدم ويزهوت في فرانكفورت في ألمانيا في باباريا ومن ثم سيبدأ التخطيط لهدم الملكيات في أوروبا ومن ثم سيصفت واحد المرسول لفرنسا في 1876 في نفس السنة بواحد المجموعة المختاطات مكتوبة باش يدخل الفرنسا لأنها كانت فرنسا الملكية في فرنسا هي الأقوى باش يدخل باش هي الشعب ويخلقوا الفرصة باش تكون الطورة باش يطيحوا أكبر ملكية في فرنسا باش الملكيات الخرى تطيح ضربتوا الرعداء في الغابة البوليس الألماني اللي قادوا كل وتائق بدأ البحث فأجلوها للألف وثمانمائة والألف وثمانمائة والألف وثمانمائة والسنين من بعد وتمت العملية في فرنسا ومن بعدها بطأت الملكيات الخرى كاملة دار الجمهورية بعد الملكيات الخرى خدموا عليها باش تكون شكلية فقط باش تكون شكلية ويدوزوا الحكم للحكمات اللي كيحطوها هوما هاد بباديء كل هاللي كينا في قانون ديال الشواب ديال دافوس الفو الفين وعشرين واللي كندرت فيها القضية لإعادات الضبط ورحام حطوها بالقوانين ديالها فهاد شي اللي جاي هو اللي تكلمت عليه في إعادات الضبط اللي قلت هاد القوانين كاملة رمض نش بإنهم تراجعوا ولكن تطبيق غدي يكون متسارع تطبيق غدي يكون خطير أما بالنسبة لفرنسا فهي المعيار عنا جوجة لمناطيق عنا فرنسا هي المعيار بإن هاد الناس اللي كيحكموا العالم وما اللي مسيرين وما اللي حاكمين وما اللي كيديوا كل شيء ما فيهاش نقاش وبالنسبة لهاد الحكومة العالمية اللي كانت رعليها فالتطبيق للمختبر هو الدول السكندينفية اللي كانوا مثلا السويد والدنمر كانوا فيهم البايكينج اللي معروفين بالقوة ديالهم ومعروفين بالعدوانية ديالهم فاليوم خدموا عليهم ورجعوهم بغيمون لبيا ديال بصح ردهم مسالمين وتتسنطن السياسي اللي قالتها الحكومة مقدسة وصلت محيدوا الكاش امريكان اللي محكومة من الدول العالمية ما تحيدش فيها الكاش فيها الدولار السويد ما فيهاش الكاش نهائيا حيدوا الكاش دخلوهم البيت طاعة وهاتش هذا غادي جيبقى هام فعندنا في الدول العربية هاته اللي تبنوه ده باميتليا والألوان القزاحية والدرار الصغار فهاتش اللي تقرأ عليهم را هم منفدينه بتنفيذ بالحرف فبتالي من تستغربوش إلا شفنا احنا الدول العربية حتى شي واحد ما سنكر فالمسيحيين سنكروا واعتبروها تعدي على المقدسات ديالهم وقعت واحد صحواء ولكن عندنا احنا للأسف شديد مسألة يعني خطيرة للغاية هاده علاش نقول للناس اللي كيتبعونا انه فهات القناة را عندكم حلقات كيف تكلبوا على البشر سيوشوفوها يعادة تضبط سيوشوفوها راكينا مجموعات حلقات غا تلقوا ذلك شي اللي كنت نقول هذي ربع سنين هذي ثلاث سنين هذي عامين هو تلخص لكم في الافتتاح وفي النهاية ديالالعاب الأولمبية تلخص لكم بالحرف واشنو هاده كيعني كيعني حاجة وحده ان ديك الحكومة الخفية اعتبرت وتقت فرصة بانها وصلت بانها مبقاش عندها علاش تخبع كما قال شواب قالهم We are very proud We exist in all governments احنا فخورين لان احنا كنتواجدوه في جميع الحكومات يعني حاطين الناس ديالهم يعني الشعوب تصوت ما تصوتش ما تهمش احنا كنحطو الناس اللي يطبخوا تعليمات وهذي قالها كلاو شواب وعن في الفيديو ديالها احنا متواجدين ففي جميع الدول كتلقا اللي كي السياسيين والمسؤولين كتلقاو كيخدمو ضد شعوب ديالهم كيخدمو ضد شعوب ديالهم القمع والقهر والفرد في الوقت اللي الناس كتصوت على ناس باش جي تخدم لهم صلاحة العلية تخدم لديل التنمية ديل التشغيل ديل التكنولوجية ديل العمل ديل البزر فالحكومة كلها كتتخدم ضد شعوب ديالها والشعوب حالة فيما غاديها مع التفاهات وغاديها مع الماد ديات وغاديها مع الشهوة وفاش كيجيبوا لماد الحواجات ويلعبوا لهم على العواطف الحساسة الخمر بغاه لإنسان الجنس بغاه لإنسان الإباحية بغاه لإنسان فخلقوا واحد العدد ديال خلقوا واحد نمط ديال الناس اللي هما كتار لأصحاب الشهوة الغرائز اللي هما إلحاديين وجعلوا لهم قوة وهذه القوة غدا كتكبر وبالتالي الناس المتديين سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين غاديين في القراض وغادي يوليوا أقليات وغادي يتمارس عليهم الظلم والعدوان غادي يتمارس عليهم شي حاجة اللي ما تمارساتش وتحت قوانين للأمم المتحدة اللي هي الحكومة العالمية نقاش نرضى للأمم المتحدة قلهم حقا باش ما تكوش الحروب باش ما تكوش حروب عالمية يلا هذا الحكام للعالم الحقيقي نحطوا الحكومة ديالهم اللي غا تحكموا الدول وهذه مسائل اللي هي واضحة وكنت من الناس توعى